وعايزك تاخد بالك ان ابتدى المؤمنين المجتمعين في هذا المكان يتكلمهم يتكلموا لغات مختلفة ابتدوا يمجدوا بلغتهم كأن اليوم ده كان فيه نوعين من المعجزات اول حاجة معجزة كلام والمعجزة التانية معجزة سماع كلام كانوا بيقدروا يفهموا بعض وبعد كده في معجزة السماع ان بطرس الرسول لما ابتدى يقول العزة الشهيرة عزة يوم الخمسين اللي قام من فيها آلاف ابتدى الروح القدس كأنه يترجم ما يقوله بطرس الرسول الصياد صياد السمك وهو يخاطب هذه الجموع كل ده بنقراف الاسحاح التاني في سفر الاعمال كل واحد بيفهم الكلام بلغته باللغة بتاعته باللغة اللي بينطق بيها باللسان بتاعه عشان كده كان فيه معجزة كلام وايضا معجزة سماع بطرس الرسول وانا بحكي لك دلوقتي المشهد في اليوم ده بطرس الرسول ابتدى يقول عزة نارية والعزة النارية دهية خاطب فيها الجموع وهي مسجلة كاملة في الاسحاح التاني في سفر الاعمال عايزك تعرف ان العزة دي تاريخية بتحكي تاريخ العزة دي تربوية بتساهم في التربية بمفهومها الواسع العزة دي كرازية لانه بيخاطب جموع من بلاد كتيرة وبلغات كتيرة وجنسيات كتيرة كمان هي عزة توضيحية يوضح لهم الاحداث الاخيرة التي حصلت في اورشاريم بدءا من الام السيد المسيح وموت السيد المسيح على الصليب قيامته في اليوم التالت ثم الصعود في يوم الاربعين للقيامة ثم عشرة ايام الانتظار الى ان يلبسوا قوة من العالي من خلال الروح القدس